وعلى هامشي قيمة تجمع البريكس التقى رئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجنوب أفريقي سيريل رامابوزا حيث صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيسين أكدوا اهتمام بالارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين لتكون مثالا يحتذا به لما يمكن إنكازه على المستوى القري والاستمرار في تعزيزه وتنويع أتر التعاون على مختلف الأصعاد السياسية والاقتصادية والأمنية بما يعكس العلاقات التاريخية الوطيطة التي تجمع البلدين الشقيقين كما تناول لقاء الأوضاع الإقليمية حيث تم استعراض جهود مصر وجنوب أفريقيا تجاه دعم القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وأكد رئيسان مواصلة التشاور والتعاون في هذا الشأن على جميع المستويات بهدف التوصل للتهديئة بالمنطقة ووقف إطلاق النار بغزة ولبنان ومنع الانتهكات بالضفة الغربية ودعم مصار إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بما يحقق الأمن والاستقرار لجميع شعوب المنطقة وفي ذلك السياق أكد الرئيساني ضرورة إنفاذ المساعدات الإنسانية العاجلة لقطاع غزة وأرباء رئيس الجنوب أفريقيا عن تقديره لدور مصر الجوهرية في هذا الصدد ترجمة نانسي قنقر